رجعنا لحضراتكم مرة تانية ولسا مكمليين معاكم فقراتنا النهاردة في نهارك سعيد والحقيقة بنحاول نعمل على قد ما نقدر تقطيع شاملة للمرحلة الأولى للانتخابات اللي حصلت مبارح يوم الاثنين شوفنا مبارح زي ما كنت بقول أول مرحلة من الانتخابات البرلمانية الحقيقة هي ابتدت بالزبط في تسع محافظات هي القاهرة الإسكندرية بورسعيد دومياط كفر الشيخ الفيوم السيوت الأقصر والبحر الأحمر عدد اللجان الانتخابية كان 3307 لجنة انتخابية بيتنافس في هذه المرحلة حوالي 3809 مرشحين في نظامي القائمة والفردي أو الفردي والقوائم وبيتنافسه على 168 مقعد الحقيقة كان منظر مشرف كان منظر مفرح كان منظر كله تفاؤل وشوفنا حاجات كتير جدا هنعرفها أكتر من ديوفنا اللي موجودين معانا النهاردة لأنهما الحقيقة من حركتين مختلفتين حركة مرأبة وحركة شايفينكم يمكن حركة شايفينكم كانت موجودة من 2005 ولكن الفرق كبير جدا أعتقد ما بين 2005 و2011 كلام كتير أوي كان موجودة في 2005 الحمد لله أننا ما شفناهوش في 2011 حركة مرأبة هي حركة جديدة موجودة السنادي علشان ترائب على شفافية الانتخابات ترائب على كل السلبيات اللي ممكن تكون حصلت السنادي أو في المرحلة الأولى من الانتخابات البرلمانية الحقيقة النهاردة هيكون معانا ديوفنا الأستاذ تامر سحاب وهو بيتكلم عن حركة مرأبة وهيكون معانا الأستاذ عمرى أنصاري وهو بيتكلم عن حركة شايفينكم سباح الخير أهلا بيكم معانا النهاردة ومنورنا احكونا شفته إيه نبتدي بحركة مرأبة والله احنا يعني في حاجة مهمة جدا لازم ناخد بالنا منها ان احنا بنحط القوانين عشان نطبقها اه فطبعا عندنا مشكلة كبيرة جدا في موضوع القوانين بتاعة الدعاية يعني أنا دلوقتي مفروض أنه قبل الانتخابات بيومين المفروض أنه وقف الانتخابات الصبح يعني في اللجان عاملة خدمات للمناخبين بيدونهم التذكرة بتاعتهم مكتوب عليها الحرية والعدالة أو السلفية على أساس أن هم بيحطوا الأرقام بتاعتهم بيعددونهم الخدمة ديت مجانا طبعا يعني من بيوقات مكرباصات رايحة ومكرباصات جاية طبعا مشهورين بالمكرباصات اه يعني ان دي خدمة برضه يعني مجانا برضو للناخبين فطبعا موضوع الدعاية دوت وقصت بقى ان احنا عندنا المفروض الدعاية ما تحصلش على أسوار المدارس والدعاية ما تحصلش على الأعمالات أي ممتلكات عامة المفروض يعني فطبعا إيه مش موجود كلام ده يعني ايه مش موجود اه يعني بشكل عام يعني أكيد برضو موضوع بتاع الحاجات اللي بتتوزع والخطار اللي بتوزع واللحمة اللي بتتوزع والفلوس اللي بتتوزع والفلوس وكل كلام ده يعني لسه الأسف غد دلوقتي موجود الدنيا بقت مفتوحة أكتر بالنسبة لناس معينة زي الحرير العدالة والسلفيين والناس دول وبالنسبة للفلول برضو يعني يعني نادر نقول أن أهم أو أكتر تلت أحزاب موجودين هم بيعملوا كل الحاجات اللي ممنوعة هم الحرية والعدالة الفلول والسلفيين طيب أنا بس النقطة برضو مهمة جدا أننا عندنا الجزئية بتاعة الشعار الديني الجزئية بتاعة المخلفات دي إحنا المفروض أنها كقانون بتجرم فأنا الغالي دلوقتي مش عارف إيه الإجراءات اللي إحنا المفروض نتخذها ضد الكلام ده يعني هل في عقوبة هل في حاجة يعني تأيدي الناس دي تنوم يعملوا كده دي الغالي دلوقتي مش عارف يعني ما هي المشكلة زي ما حدثت كنت بتقول في الأول يستمر إن إحنا القوانين الحقيقة كلها موجود ولكن تنفيذ القانون أو تفعيل القانون هي دي المشكلة هي دي المشكلة اللي إحنا بنقف عنها اللجنة بصفة عامة تأخرت كل اللجنة تقريباً تأخرت دي مشكلة ويمكن تقال بعد ديها بعد كم ساعة إنه اللجنة اللي تأخرت هتكمل عدد ساعات معين نفس الساعات اللي تأخرتها وبعدين اللجنة العليا للانتخابات أصدرت قرار إن إحنا هنكمل للساعة تسعة بالليل في بقى مشاكل لها حصلت في عين شمس يعني في كزا حتة يعني المأمور بتاع الاسم حبس الورق اللي جان ومش عايز تطلعه فحصل مواقف كده لغاية ساعة أربعة تقريباً ما فتحتش اللي جان وفيه قضاء جم مجهوش اللي ده الساعة 12 الظهر يعني فيه شوية حاجات كده رغم إن الشعب المصري صاحي ونازل إشارة من سبعة صبح من سبعة صبح الناس في الشارع والجمهور واقف علشان يدي صوته زي ما احنا شايفينه هو دلوقتي بجد بعدد زحام يعني كان فيه زحام شديد كان فيه إسرار قوي على إن صوتي هيفرق وعلى إن صوتي لازم يكون موجود بصرف النظر عنه أنا هنزل قدي صوتين مين ولكن بجد شعب حس إنه لأ صوته مهم وما بخالش على وطنه ما بخالش على صوته على بلده ما بخالش على مستقبله ومستقبل بلاده بصوته بالزبط كده طيب وكان إيه الحل؟ يعني اللجان اللي اتأخرته والقودال اللي اتأخرته فيه أي حلول حصل أي حاجة؟ والله أولى لغاية آخر اللحظة يعني مفروض إن اللجان اتفتحت والناس اشتغلوا في احنا عندنا فرصة تانية طبعا النهاردة يعني اللي النس تشتغل فيها لكن احنا كل الكلام ده برضو بنحاول إن احنا نحصره ونعمله برابورت كامل إن شاء الله هينزل النهاردة بعد ما تخرص انتخابات عشان فيه النهاردة الفرز كمان وكلام ده وربنا سهل بقى إن احنا نزبط الريبورت ده وإحنا عندنا في البيتش بتاعتنا حطين بقى كل صور وكل الانتحاكات ديه بالتفاصيل يعني ده بالنسبة لحركة مرأبة بالنسبة لحركة شايفينكم الحقيقة انتوا ابتديتوا من 2005 واعتقد إنه فيه فرق كبير جدا من 2005 إلى 2011 أول حاجة قلتها أول لما شفتنا قلت الحمد لله لما شفناش سينج إن السينج كانت مشهد طبيعي جدا في الانتخابات خلينا بس نبدأ كلامنا بإن احنا نشكر صورة 25 يناير وشهداء صورة 25 يناير ومصابيها لإن دولة يعني فعلا جابوا لنا حقنا في إن احنا نبدأ ندي صوتنا دلوقتي فلازم ما ننساش حق الناس دي لإن الناس دي حتى الآن آه جابت لنا حق من حقوقنا بس هما نفسهم لغاية دلوقتي ما خدوش كل حقوقهم فما ينفعش ننسى الناس دي خاصة يعني في اللحظة اللي احنا فيها أكيد تاني حاجة بداية الانتهاكات كانت من رجال للدين في الناحيتين سواء من الكنيسة أو من الجوامع بعض الكنيس رشحت قوائم بعينها ورشحت مرشحين بعينهم وبعض الجوامع نفس الحكاية وكأن المسألة هي مسلم ممسيحي ادعم ده مش بلدنا وكأننا ما تعلمناش أي حاجة من الاستفتاء نفس المشكلة ودي كانت أول انتهاك حصل وده من قبل بداية العملية الانتخابية بترتية ان الكنيس بتدي قوائم معينة والجوامع بتدي قوائم معينة مفهوم غير كده الشعب اللي نزل من الساعة سبعة الصبح هل مش من حقه انه يروح يرتاح يلاقي القضاء موجودين يلاقي تنظيم العملية الانتخابية ازاي يدخل ما يلاقيش ورق مختوم ازاي يدخل يلاقي قضاء مش موجودين يلاقي عدم تنظيم لأي حاجة يعني لأي حاجة جوه اللجنة مفيش أي تنظيم بس برضو نحب نشكر أفراد الجيش أفراد القوات المسلحة كأفراد لأن فعلا كانت تعاملهم متحضر جدا وفعلا ده عشامنا فيهم لأن هم دولة أهلنا طبعا وهما دولة الناس اللي احنا فعلا يعني بننام وبنحس ان هم فعلا آمنين وهم بيحمون من البداية بغض النظر عن حماية الصورة او كده انا بتكلم على اللي حصل امبارح انا بتكلم على اللي حصل امبارح وبرضو ما ننساش الشعب المتحضر اللي ساعد الناس دي على تقديد مهمتها الشعب كان متحضر جدا مكانش فيه اي مشاكل عدم وجود سنج وعدم وجود بلطجة لنزول الناس قدام اللي جان وتصميمها ان هي تقول رأيها عايز الله حقيقة ان فيه الجانة فتحت ساعة واحدة الظهر وبرغم كده الناس مصممة من الساعة تمانية الصبح لا انا واقف وهدي صوتي انا واقف وهدي صوتي واي حد هيعمل مشكلة انا فعلا همنعه شفنا كتير قوي ناس حاوله يرشوا ناس على اللي جان وكانت الناس رفضوا وده اول مكسب كسبناه كسبناه مبارح فعلا ما كناش متوقعينه كنا متوقعين بلطجة كتير متوقعين فوضى كتير كل ده ما حصلش ده بتحضر الشعب المصري فلازم نشكل الشعب ده ولازم نحترم الشعب ده لان احنا اهلناه كتير وشتمناه كتير بان هو غير مستعد للديمقراطية لا الشعب المصري مستعد للديمقراطية وفعلا عند درجة من الوعي انه ينزل ويقول صوته اكيد 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 يمكن الحقيقة فكرة الانتهاكات او فكرة الخروج عن المألوف او الخروج عن القواعد الاساسية المفروض كانت تبقى موجودة للأسف ان ده لسه موجود من بعض الاحزاب ومن بعض المتطرفين في كل حاجة مش بس متطرفين دينين انه المتطرف دينين ده متطرف في كل حاجة ولكن بعد ما رائبنا وبعد ما شوفنا هنعمل ايه؟ ما هي الخطوات بقى احنا الاول نشوف القانون ده عن طباؤه ازاي اه الفكر بتاعنا احنا كامراء بقى واعتقد برضو ان الجماعة في اي حد عايز يراقي بالانتخابات ده اصدق في الاخر ان احنا نوصل لمرحلة بتاعت الشخفية يعني الشخفية دي مش كلمة خلاص الشخفية دي مش حاجة عامة هي بتتقاس يعني ما مصدر بالشخفية ولها مقايش محددة موجودة في حول انسان وموجودة في كل حتة فالمفروض ان احنا نشوف الاليات بقى ان احنا نطور بها الكلام ده اه في عدم برضو يمكن سرعة القرارات ان احنا عايزين لازم نعمل النهاردة وممكن اللخبطة اللي كيت حصلة لسبوع اللي فات ممكن يكون اثر شوية في التجهيزات اللي حصلت لان في ورق كتير جي متأخر برضو كمية الناس برضو اللي كانوا بيعملوا يعني في بعض اللجان كان مشكلتهم ان مفيش مندوبين للمرشحين اصلا عشان يفتحوا اللجنة لازم يبقى فيه عدد معين من المرشحين من المندوبين للمرشحين يكون موجود عشان تضرب اللجنة تتفتح اه عشان اللجنة تتفتح ام فبالتالي برضو دي عطر شوية لبعض اللجان وده اللي خلى اللجان بعد كانت تزيد الساعات بتاعيتها تضرب تفسر عادة عادة تواجدكو بيبقى جوة اللجنة ولا برا اللجنة ولا في المكانين احنا فيه ناس تبعنا بيبقوا جوة اللجنة كمندوبين كمان لمرشحين كمراقبين كمان بيقولونا على حاجات غريبة ان نفس الاخطاء اللي حصلت في الاستفتاء هي هي بالزبط اللي حصلت مبارح الورق جاي مش مختومة القضاء مش جايين في معادهم فيه نقص في الحبل الفسفوري كل دي نفس المشاكل اللي حصلت في الاستفتاء وكأننا لم نعي شيئا من مشاكل الاستفتاء ودي كانت مشكلة من مشكلات الادارة العسكرية للانتخابات فعلا الادارة العسكرية للانتخابات ما كانتش جيدة جدا سواء في الاستفتاء او مبارح هل ده مقصود تفتكري عمر؟ هل ده مقصود تفتكري؟ دايما فيه ناس فيه اشخاص دايما عندهم نظرية المؤامرة مش عايزة اقول ان انا عندي نظرية المؤامرة بس عايزة اعرف هل انت احساسك وانت بتراقب او انت بتشوف هل حسيت ان ده مقصود ولا هل حسيت انه ده ممكن يكون وارد لان احنا كلنا بنمر بمرحلة جديدة علينا وكلنا بنعمل حاجة الاول مرة بنعمل حضرتك الحاجات اللي هي ممكن نقولها عشان ده اول مرة ده لو حاجات مفاجأة لكن ده حاجات تنظيمية في اساس الانتخابات ده بيدول ان يعني العقلية العسكرية ما ينفعش ما ينفعش تدير انتخابات وده وده شفناه يعني فعلا المسألة ما كانش هتبقى صعبة جدا ان وراء يبقى مختوم ده اقل حق للمواطن اللي نزل الساعة سبعة الصبح ان يروح يلاقي وراءته مختومة وكأن المواطن لابد ان يدفع كل ما يحب ياخد حقه في البلد لابد ان يدفع تمن ذلك كان فيه ناس كبيرة كان فيه مسنين كان فيه معاقون وعايز اقولك ان اكتر الناس اللي نزلوا السابعة الصبح هما الناس الكبيرة اكتر الناس لانه بقية الناس او الشباب او الناس اللي تشتغل اللي كان عند شغله فهيروح بعد شغله واللي عايز يعدي في النص يسيب شغله وينزل يروح ينتخب ويرجع تاني مكتبه يعني اكتر الناس للأسف اللي نزلوا السابعة والثمانية الصبح هما الناس المسألين اللي هما الناس اللي فعلا محتاجين كانوا يرتاحوا ده كان اقل حق من حقومه حقيقي وما كانش ينفع ان نفس الاخطاء نوع فيها خاصة ان كان عندنا تجربة سابقة في الاستفتاء لو كان اللجنة العليا للانتخابات ازاي ما فيش حزم على القضاء ان هما يبقوا موجودين في موعدهم يعني فعلا شيء لا يصدق ان يبقى الشعب منظم ان يبقى افراد القوات المسلحة منظمين والقيادات الدينية غير جيدة القيادات العسكرية لم تنظم بطريقة جيدة والقيادات القضائية نفس الموضوع ودي مشكلة كبيرة حضرتك شايف انه النهاردة الدنيا هتبقى عاملة ازاي يعني هل شايف انه في اختلاف ممكن نلاقيه النهاردة عن امبارح ولا هو هو نفس المشهد هنشوفه انا طبعا ايه فيه بدون ذكر طبعا مروش كده بتاعت السنديق اللي باتت وهنشوفها يعني النهاردة عاملة ازاي وبعد يعني انا ان شاء الله انا طبعا ايه انا مش متخيلة بالنفس الكسافة يعني الا لو كان فعلا فيه ناس كتير ما خلطتش مبارح فهكيك كامل النهاردة يعني اه لكن انا النقطة الاسسية طبعا في الموضوع السنديق ده وفي موضوع التاني بتاع اللي احنا بقى الفارس بقى نشوف ايه ده اخبار بتاعه ده موضوع موضوع تاني بس ما عايش فيه نقطة نسيتها ان فيه فيه لجان اساسا اه يعني كان فيه لستة احنا كنا جابينها من الويب سايت بتاع القاهرة ان بالاساميل اللي كانت المفروض تمام موجودة ففيه لجان احنا راحنا لانها مقفولة اصلا مش 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 موجودة دي دي كانت موجودة في كزا مكان في هدايا القبة فيه فيه مهزلة بقى حصلت في المعادي ان الناس قعدت ساعة تصوت وفي الاخر اكتشفوا ان دي قوايم واستمارات مصر الجديدة لا دي كانت دي كانت دي كانت مصيبة كبرى في المعادي دي كانت مصيبة كبرى بعد ساعة فيه لجنة تانية اكتشفوا ان الورق مش مختوم بعد ما تحط في السناديق اضطروا ان هم يطلعوا الورق ويختموه وايكاية حطوه في السناديق تاني يعني فعلا الواحد برغم المشهد الرائع اللي الواحد كان شايفه مبارح بس الحاجات دي فعلا دايقتنا ولكن في الان